أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية تتعلق بتأمين السلامة العامة في المساكن المشتركة للعمال حيث تهدف الحملة إلى زيادة الوعي لدى العمال الوافدة بما يضمن الحد من الحرائق التي قد تتعرض لها هذه المساكن ضمن الخطة التوعوية التي تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على تنفيذها أطلقت الإدارة حملة للتوعية تتعلق بمتطلبات السلامة في المساكن المشتركة الخاصة بالعمال بمختلف المحافظات بما من شأنه رفع مستوى الوعي لدى العمالة الوافدة وتشمل الحملة والتي يقوم بها فريق عمل مختص بزيارات تفقدية لمساكن العمال للتأكد من التزام أصحابها باشتراطات الأمن والسلامة وإرشادهم إلى تجنب بعض السلوكيات التي قد تنجم عنها مخاطر تهدد السلامة العامة كما يقوم الفريق المختص بتوزيع ملصقات توعوية للعمال في هذا الشأن تم إعدادها بأربع لغات هي العربية، الإنجليزية، الأوردو والهندية طبعاً بتستمر هذه الحاملة على فترات بحيث أن نصل إلى أكبر عدد من مناطق سكن العمال طبعاً بيكون من خلال هذه الحاملة توزيع بروشرات ومطويات توعوية بمختلف اللقات بحيث تصل إلى جميع العمال بمختلف مستوياتها طبعاً تنصح الإدارة العاملة الدفاع المدني جميع الملاك والعاملين أنهم يلتزمون بهاي الاشتراطات من خلال توفير طفوية الحريق اليدوية وتدريبهم على استخدامها كذلك توفير كاشف الدخان للكشف المبكر عند وجود حريق لا سمح الله وتتضمن الحملة التوعوية توزيع كاشف الدخان على العمال الذين يعيشون في هذه المساكن كهدايا تشجيعية الدفاع المدني هنا ليس مقصرين قاموا بالواجب ومن وقت لوقت يقوم بالواجب ويجون يطالعوننا وتشوفوا المكان وكل شيء وكله يعني شغل بيرفكت ما فيه أي شيء ومن المقرر أن تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني حملتها التوعوية للالتزام بمتطلبات السلامة في المساكن المشتركة الخاصة بالعمال حتى الانتهاء من تغطية أكبر عدن ممكن من هذه المساكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر